تمر صحفي لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اللي تحدث فيه وأقر فيه بوجود عدد من الخسائر في الأرواح والعتاد من جراء ما وصفوا به الهجوم مضاد الأوكراني خلال الأيام الماضية بلغ إلى مقتل 71 جندياً روسياً و 15 دبابة بالإضافة إلى عدد من المدرعات والأسلحة الأخرى لكن شويغو أشار إلى أن الخسائر في الجانب الأوكراني أكبر بكثير وأن القوات الروسية ألحقت خسائر جسيمة بالجانب الأوكراني وأن هذه الهجومات خلال الفترة الماضية كان مألها الفشل تحدث أيضاً عن التفجير تفجير السد اليوم واتهم الجانب الأوكراني صراحة وقال أن هذا عمل ليس تخريبي فقط ولكن إرهابي عموماً سأتوقف أكثر عند هذه التصريحات وهذه الاتهامات وأين تأخذنا مع مراسلينا من موسكو موفدنا عمر عبد الحميد ومن كييف مراسلنا عمر العرقي إذن سأتوقف معك بداية عمر عند آخر تصريحات من شويغو كما تابعناها وتحدث أيضاً عن أن هذا العمل تخريبي متعمد من جانب الأوكراني ولعل أبرز ما دلل عليه هو دفاعات لباشر الجانب الأوكراني ببنائها على الضفة اليمنى لنهر الدنيبرة ماذا في التفاصيل؟ ماذا في المتابعة عمر؟ إيمان شويغو خرج الآن ليبرهن على الرواية الروسية الرواية الروسية التي استمعنا عليها منذ الصباح الباكر عندما وقع تفجير سد كخوفكا الرواية التي تقول بأن الجانب الأوكراني قام بهذا العمل الإرهابي حسب وصف شويغو للتغطية على فشله في الهجوم واسع النطاق الذي شنته القوات الأوكرانية على مدى الأيام الثلاثة الماضية شويغو يريد أن يقدم البرهان على ضلوع أوكرانيا من وجهة نظره على القيام بهذا العمل قال بأن الثلاثة أيام الماضية لم تحقق القوات الأوكرانية في هجومها على كافة المحاور التي اتجهت إليها لم تحقق أي نجاح بل منيت بخسائر فادحة في الأرواح 3715 جنديا وفي المعدات سواء كانت طائرات أو دبابات بعضها دبابات أجنبية غربية من طراز ليوبارد وغيرها من معدات عسكرية وأليات ثقيلة لكن طبعا شويغو كما استمعنا الآن وربما في حدث نادر على المسؤولين الروس أن يتحدث عن خسائر بشرية لا يتحدث المسؤولون الروس عن خسائر بشرية لكن وزير الدفاع الآن استمعنا له وهو يقول أن 71 جنديا روسيا قتلوا في هذه المعارك التي جرت ولم يحقق منها الجانب الأوكراني أي نجاح يذكر إذن هذه المعركة معركة التصريحات والاتهامات المتبادلة تريد موسكو من خلال مسؤوليها الذين تحدثوا اليوم سواء كان بيسكوف المتحدث باسم الكريميلين أو فالودين رئيس مجلس الدومة أو أخيرا سرقي شويغو وزير الدفاع تريد أن تقول بأن الجانب الأوكراني بعدما فشل في هذا الهجوم على مدى الثلاثة أيام الماضية هو يريد أن يحقق نجاح يذكر ويغطي على هذا الفشل بتفجيره السد نعم عمر وستحول إلى عامر مع إصرار أوكرانيا على اتهام روسيا بالوقوف وراء تدمير هذا السد ودعوة من زيلينسكي عامر إلى اجتماع لمجلس الأمر نعم إيمان أوكرانيا وصفت تفجير هذا السد بكارثة بيئية كبيرة حدثت في أوروبا وكذلك أيضا دعت إلى اتخاذ قرارات صارمة والدعوة إلى انعقاد جلسة في مجلس الأمل جلسة طائرة لمباحثة تدعيات هذا التفجير وكانت أيضا آخر التصريحات صادرة عن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يارف ماكو وقال بأن تدعيات تفجير هذا السد أدى إلى تضرر ثمانين قرية وإخلاء ما يقارب من ستة عشر ألف شخص من محيط هذه المدينة وتعطيل نظام الرئي الزراعي في المناطق الجنوبية بشكل كامل وأيضا تعطيل نظام التوازن في محطة الطاقة النووية التي تعتمد على التبرير كذلك أيضا كان هناك تصريح من قبل المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكراني وقال بأن التفجير تم باستخدام عبوات ناسفة ولا يعرف لحد هذه اللحظة كم هو عدد العبوات التي تم استخدامها في هذا التفجير وقال أيضا بأن أوكرانيا تمتلك أدلات دامغة تتهم من خلالها موسكو بضلوعها بهذا التفجير وقال أيضا بأن 28 بوابة في هذا السن تم تدميرها ولا يصلح أن يتم تدميرها باستخدام السواريخ إلا حينما يتم وضع الغام متفجرة في هذه المنطقة وأن الجيش الأوكراني أيضا رصد كتيبة تموشا كتيبة 1205 في هذه المنطقة غادرت حينما وقع هذا التفجير إلى الجانب الروسي شكرا جزيلا لكم أيضا عمر العروقي مرسلنا من كيف وموفدنا من موسكو عمر عبد الحميد شكرا جزيلا